هاي احكي اناش قاعدين وين ماشي الاتجاهات يعني انتم الان يشاروا لكم انكم لن تكونوا محدين في ضبط الاتجاهات الميزانية الحكومة مقرر هذه ميزانية جي بايا شكونا على الدعوة هي الحقيقة هي فرصة سعيدة باش ان ومو ان عبر على موقف الكتلة متاعية وكتلة وطنية المستقلة وانا كنايب كنت قبل نخدم في مؤسسة عمومية نعم واختصاصي مالية بالاساس نعم الحقيقة اتفاجأت كان عندي وقت هنفسر الوضايا اشنية بيسير اتفاجأت وانه في عملية اعداد الميزانية بعد ما يحضروا جميع الوزارات الميزانية المتاحهم يجيبون الميزانية حاضرة نقاولوا احنا قدم الامر المقضي يعني اي تعديل في موارد ولا نفقات الكله دخل على بعض كلهم اشتصروا بعضها انا بجي اتفاجأت على اساس وانه حلقة الفصل تقريب 40 من 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 اللوب اللي هو القانون المتاح الميزانية يعطي اموها في شهر جويلة اني وزيرة المالية وزيرة المالية يجي للمجلس الويب يعطي الخطوط العريضة الميزانية وانا شمو نقشو فيها وقت تباقشو تعدلوا تعاملوا كده صح انا واحد من الناس في عديد الجلسات اللي جات بيهم سيدة وزيرة المالية في خصوص المسادقة والموافقة على الاقتراض اطلبتها انا اراهه موش معقول المجلس النواب الحالي يجي كان بشي صادقة على على قروض اللي هي في الاصل مصادقة عليها في اطار الواطف فينونس دارة الفين وثلاثة وعشرين احنا صحيح نعرف المالية العمومية متاعنا صعيبة لكن احنا زينا من دورنا باش نعرف الدولة وين ماشي والخطوط العريضة متاع الميزانية حتى مرة ما جاوبتنا على الموضوع ذاي جينا في شهر اكتوبر بعد العطلة النيابية جات جميع المهمات وضع الحقيقة ووقت وجيز جدا بمنقشت الميزاني عنا تقريبا 15 مهمة مش توزع على عديد على كل اللي جان ومش يتم الدرسهم نحكي لك منهارة الثنين اللي فات حتى نهارة الخميس في خمسة ايام ولا في خمسة ايام معناها حتى النواب مينجموش يكونوا حاضرين في جميع اللي جان انا وحب الناس حضرت في ثلاثة اربع لجان اكهو معناها حتى في المصادقة محب الناس نحسي يروحي بعد ساعات صادق في حاجة وتعرفي ايش صادق على حاجة قريها اوريزون تالمو مينجمش نكون انا متباعا في جميع الموطيات اللي هو في الاصل ما جيش بالطريقة هذي لكن نقع روحي في قدام الواء 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 اللي مطالب انتي باش تدرس في وضعية كما هذي وتصادق في بعض الحاجات وتعترض على بعض الحاجات لكن اواء نجمو نزيدو ونعدلو في الاجراءات المصاحبة للميزانية هذا مهم جديدك في كيف معناها بخلاف الارقام اللي هي متعلقة بالميزانية الاجراءات المصاحبة للميزانية فيها عديد الاشكاليات صرتوه كما كان يحكي زميلي على اساس هي ميزانية مجبة مجبة انا نقصتها سيد وزيرة المالية قلت لها راهو قائمة الميزانية هذي على فرضيات الحقيقة العاقل ما يقبلهاش مثل احنا جينا في ميزانية 2023 ميزانية تكملي نعم عند اعداد قانون المالية سنة 2023 نعم كان المقترح هو ان البرميل للبيترول يكون 89 نعم عد النهل ل83 باعتبار ثم نقص في سعر البرميل نعم ثم اختري جينا نحضره في ميزانية 2024 المقترح من الوزارة على اساس نعتبره ببرميل 81 كيفاش انت في شهر اكتوبر عنا جمعة ما اللي صادقنا على برميل 83 نجي نحطه ميزانية قايمة على 81 دولار مع العلمه انه الدعم للدولار معناها كلفة الدعم للدولار الواحد يتكلف 144 مليار لكل دولار اضافي على السعر البرميل هات نعتمده على 83 باش اذا كان لقدر الله مش يزيد السوم احنا نعفو طويكة الاترابات اللي واقع جيو سياسية ممكن يستمش تقصره لسعر البرميل العجابة امتاحها كنت لا ما نجموش طويكة ثم التوازنات مالية وما نجموش نعضلوا بالطريقة هذية يا سيدة الوزيرة راهوا من المعقول وانه انا مش هتمد على فرضية كما هذي ما تجيش راهي ثم ما بين المهمات اللي حضرتهم مثلا انه مهمة وزارة الطاق احنا موصلناش اليو سنا في دميل فنتروار موصلناش باش نصدروا جوز 2.8 مليون طن من الفوسفات كما كنا متوقعين لا المتوقع 3.5 اي معنا في ميزانية 2023 توقعنا انا بش نصدره 3.5 3.5 فالحقيقة صدرنا اقل الى حد مواد اكتوبر صدرنا 2.8 باكش نلحقوا في نوفمبر ديسمبر لكن انا كتبرمج 6.5 في سنة 2024 معناها مش نزيدوا 3 مليون طن ما نعرفوا اللي ثم الحوض المنجمي في المنجم متاع قفصة متاع عملع رئيس اللي هو مشيخ دمبوتيرا قوي متاع ارديف مسكر كمبلت مور معناها ثم تقول انتي اجدخل للفوسفات اللي هو تبع السي بي جي لكن هو كي ثم مش يتم تصدير مش يتم عملة صعبة مش يزوج للميزانية ومش تطور بربي نستوق فكسي سيبي يعني في الاخر في الاخر ما الفلسفة العامة بتاع الميزانية تعدها الدولة تحط ارقام في الورق ولا تتحقق الارقام على ارض الواقع عند اداد الميزانية هذه تم انا نتأكد انه تم بين شهر جوان وجويل يؤوت احنا توفي مواد اكتوبر كنا ممكن ان نلحقوا الوضعية بعد الحرب على غزة بعد 7 اكتوبر بارشة برشة وضعية مش تتبدل وحتى مستوى نسق استخلاص الجيباية والمعاليم واش نتصوره احنا نسبة التنمية في 2023 كان من المنبرمج باش تكون في حدود 1.8% هذا يحصح قانون الاقتصاد نسبة النمو نسبة النمو 1.8% حققنا عند القانون المالي التكميلي بـ 0.9% اليوم الي ينسي مع اعلى الاحصاء قال نسبة النمو بلسبة 10 شهر لولي 0.7% برك واللي تعلن عليه سيدة الوزيرة مش يكون كان 0.9% ونبرمجه في 2.1% بربي يا اللهي حليت اما رئيس الحكومة قال 3% حليت انا شنون صدقه سمعني سونية اللي عندي انا في المهمات 2% رئيس الحكومة قال 3% حتى في الميزان التجاري سيسامي حتيدو مثلا في حالة